لم يكن الملف النووي الإيراني على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي فرضه موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوروبيون لن يسيروا خلف حليفهم الأمريكي في إعادة النظر باتفاق فينا بل أكثر من ذلك إنهم يدافعون عنه بشراسة ويرفضون المساس به ويعتبرونه مثالا يستند إليه لحل الأزمات الدولية عن طريق الحوار والتفاهمات الإخلال بالاتفاق سيشكل سابقة لفقدان الثقة بالتفاهمات الدولية ويعزز الفوضى النووية في العالم كما ترون القادة الثمانية والعشرون الحاضرون لديهم رسالة واضحة نلتزم بشكل تام مع اتفاق إيران النووي ننظر إليه باعتباره مفتاحا للأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمنطقة ونرى التوجه عينه من قبل روسيا والصين والاتحاد الأفريقي وباقي المجتمع الدولي اجتماعنا اليوم يهدف لتعزيز هذا الاتفاق ودعمه وهو رسالة واضحة من أجل استمراره والمحافظات عليه بالنسبة للاتحاد الأوروبي الأوروبيون يظهرون موقفا متقدما من منظومة الصواريخ الباليسية الإيرانية العقدة التي ارتكزت عليها الإدارة الأمريكية في اتهام إيران بخرق روحية الاتفاق النووي دونالد ترامب قدم تحفظاته على هذا الاتفاق ولكن بالنسبة للكثيرين فأن الولايات المتحدة لا تريد تقويض هذا الاتفاق حتى أولئك الذين لم يدعموا الاتفاق بالأساس يفضلون أن تمتلك إيران صواريخ لا تحوي رؤوسا نووية على أن تمتلك السلاح النووي هذا ليس مثاليا لكنه أفضل من أن تمتلك إيران قدرات نووية لسنا بضرورة سعداء بذلك ولكنه باعتقاد أقل الخيارات ضررا في كواليس بروكسل فمت من يعتقد أن واشنطن لن تذهب إلى حدود الانسحاب من الاتفاق وأن التصعيد الأمريكي ضد إيران هدفه خلق أجواء توتر مستمر مع الجمهورية الإسلامية تحد من اندفاعة المستثمرين والشركات الكبرى عن الاستثمار في إيران من كان يعتقد قبل سنتين فقط أن الاتحاد الأوروبي سيدافع بهذا الشكل عن الاتفاق النووي مع إيران الإيرانيون نجح في نسج علاقات ولسيما على المستوى الاقتصادي نقطة ضعف الأوروبيين جعلت من قادة الاتحاد يقفون صفا واحدا في مواجهة مزاجية الرئيس الأمريكي موسى عاسي بروكسل الميادين